نهارك سعيد تجي بقى على مصر تاخد تقارتك وتوصل المتحف المصري تلاقي مليان بالقطع القطع اللي كل واحدة فيهم تحتاج شرح يطول ممكن لايام وليالي بس فجأة تكتشف ان انت كمان مش هتلاحظ تفرج لقي حاجة في المتحف لانه هو مش متحف قد ما هو مخزن للاثار دي وجهة نازل الممكن يكون غلطانة وده اللي هنحاول نعرفه النهار ده في كل احوال هذا المخزن الضخم وهذا المتحف الكبير اللي هو مليان اثار مصرية اثار فرعونية مصرية بعتقد ان احنا محتاجين نهتم بيه ونبص على نشوف تأمينه وعامل ازاي تحديدا انه هو في قلب الحدث واحداث كتيرة بتحصل حواليه من يناير لغاية النهاردة هل في حاجات راحت منه وفي حاجات موجودة هل محتاجين نأمنه بشكل مختلف في الفترة اللي جاية ولا لا ده اللي هنعرفه من ديوفنا اللي بيناورونا في الستوديو نهاردة استاذ عصام الدين محمود وهو مدير مكتبة المتحف المصري نهارك سعيدة فندم من نوارنا بيشرفنا كمان يكون معانا استاذ مصطفى ابو حسين مفتش اثار لمنطقة اثار تنطا نهارك سعيدة فندم نوارنا استاذ عصام بداياتا كده عايز اعرف هو في حاجات تسرقت بس في المتحف من المتحف المصري على مدار السنة اللي فتت ولا ما عندناش معلومات مؤكدا لا في عدد من القطعة تسرقت في ما يسمى بالانفلات الامني يوم 28 يناير بتحديدا بعد طرق الشرطة للمتحف نهائيا من حوالي الساعة 4 العصر لحد ما بقى الجيش هو الموجود في المتحف في الفترة دي تم سرقت المتحف عدد من القطع باسلوب سهل جدا طبعا ده لغياب التأمين اللي كان خاص بالمتحف تأمين بس قبل ما نقف يعني اعيز اقف هنا شوية هو مش في كاميرات وكده جوى المتحف انا بتهايلي يعني انا حتى سمعت كذا لقاء عن موضوع المتحف تحديدا واسم ماشي كالدنيا كالضلمة فالكاميرات ما لقطتشون انا معتقد ان الكاميرات اللي تبقى موجودة في مكان زي المتحف دي يعني الكاميرات بتبص بتشوف في الليل وفي النهار وفي كده يعني الكاميرات دي يعني اتركبت بالفعل في المتحف سنة 96 1996 ماشي وده كان بعد حدثة سرقة للمتحف كان فيه ولد بيت في المتحف وسرق قطع وده تمسك من غير ما يسرق المتحف محاولة وكان فيه قبلي حدث تفجير لأوتوبيسات ثم بدأ يتعامل نظام لتأمين المتحف مختلف منه الكاميرات تمام لكن احنا طبيعي الكاميرات لازم نكون تأمين دايما شغالين مع التطور التكنولوجي يعني ما ينفعش النهاردة انا بركب كاميرا النهاردة بتصور باسلوب وبعدين يبقى فيه نظام افضل ونبخل بيه على الاثار فالكاميرات اللي كانت موجودة هي تركبت الصيانة بتاعتها او احنا مش بنشوف احنا الكاميرات دي يعني الكاميرات دي موجودة في غرفة للمرأبة اسلوب تسجيلها مش اسلوب كامل يعني اكيد لما نعرف ان في اسلوب احدث بيسجل 24 ساعة وبيحفظ يبقى لازم نجيبه هو فكرة كمان مش بس احدث واقدم كمان وضح انها كمان نفسها ما كنت شغالة دي بتعطلانا لا تكاميرات مش شغالة لان طبعا ما طلعش عندنا نتيجة ما طلعش عندنا نتيجة بتقول اللي سرقوا لان السرقوا طبعا دخلوا في المتحف فكان لازم يكونوا متصورين استاذ مصطفى عندنا معلومات عن القطع اللي تسرق دي يعني اهميتها وكلها مهمة هو اصلا بس لها تعليق وتحافظ على كيفية ايه او الاعلان ان المتحف في المصري تعرض للسرق يوم 28 يناير لان التصريح كانت متضربة ومختلفة في نفس الوقت يعني الاول تم الاعلان عن المتحف المصري تم سرقته سيادتي الوزير السابق زي حواس قال ما فيش حاجة حصل لأ جيت عن يوم الصبحية وجاب الكرسي بتاعه الأصمر الشهير قعد قدام بابت قدام الحديقة في المتحف المصري وقال لا يوجد شيء كله تمام كله تمام كله تمام طب ازاي يا فاندي من تليس ده ده لسه الصبحية يعني ازاي اكدت ازاي يعني ده احنا علشان نجرد حاجة معينة في المخزن او في المجبرة بتاخد شهوره وتاخد ممكن سيدي احنا دايما بنين في الاول راحين اثبات العكس ربما هو يعني هو قالت كلام ده المزوط ولكن العجيب بقى انت نفيت ان ما فيش حاجة بالمتحف كله تمام وفيش حاجة سرقة طب انت بعد فترة ليه قلت اكتشفنا سلقة 11 قطعة من المتحف طب ليه بعد فترة قلت احنا تم اكتشفنا ان هم 22 قطعة طب ليه قلت بعدها تنين واربعين اصبح فيه فيه تصام اه طب فيه ايه الموضوع هنا عايزين نعرف بالزبط احنا دلوقتي كل الاقوال متضربة ولكن فيه فيه يعني احنا كنا في المفروض في العصر في النظام الفاسد القديم يعني كان كله مجاملات كان كله فساد يعني احنا احنا كأساريين بنعمل في الوزارة للأسار لنا وجهات نظر في الموضوع ده يعني احنا من الاساس يعني عندنا شك عندنا شك ان اصلا السرقة السرقة دي كانت تكون مدبرة او سرقة كمسرحية هزلية للتعتيم على حاجات يعني اتسرقت قبل كده بالفعل دي وجهة نظرنا يعني ان فيه حاجات كانت مفقودة قبل كده من المتحف وموجودة برا ما رجعتش تفضيل الانفلات الاني قالك يلا مناسبة نقول انها مش مفقودة اه مناسبة بقى ايه احنا نعلن انها اتسرقت اه وممكن مسلا ممكن نجيب مسلا ايه وفعل المفلات اه اه يعني احنا ممكن برضو يكون احنا يعني اللي كان موجود انا بقول يعني ممكن اللي كان موجود ده مزور اه او مقلد يبقى في ظل الانفلات الاني انا كده هاخفي بقى هداري على الجريمة اخفي يبقى في بات امني القطعة مش موجودة يا نوع بالمتحف المصري فيه مقلد دي تبقى مشكلة سودة ده المتحف مصري بتاع مصريين دي وجهة نظر بتاعبنا بنقول اه دي وجهة نظر بس خلينا نقول دي وجهة نظر مش وقع مثبت عشان ما نبقاش بنقول مش وقع مثبت ولكن يعني الوزير السابق اقواله خلتنا يعني نشك في ايه بالزبط اللي بيحصل خاصة خاصة ان سرقات القصار مستمرة وحتى هذه اللحظة اللي احنا عدين فيها طيب قبل ما رجع المتحف المصري بس اه اه عايز اعرف الكام قطعة اللي قالوا عليه الاربعة واربعين دول عرفنا ايه هما ولا لسه برضو ارقام من غير ما نعرف كي حاليا في لجنة طبعا لازم هو ما مش هيذكر رقم عدد الاربعة واربعين غير متحددين حاليا لازال في لجنة شغالة لجارة المتحف المصري دي من سنة ما لسه شغالة نيومين دول مش عشان تثبت الاربعة واربعين قطعة بس عشان تثبت المتحف كله ولكن انا ما يحزنني انا شخصيا ان رئيس هزي اللجنة متخصص في الاثاري الاسلامي طب وإيه مش كهوانتو المتحف المتحف المصري المتحف اللي هو فيه كله اثار مصري قديمة فكيف يرقص هزي اللجنة بس هو شغل عمل اداري اكتر مش قصد اداري يعني قصد انه في الاخر احنا بنجرب نشوف كشوف قديمة وبنعد الموجود وبنطبق بس الحس الفني بتاع بقى وانا بجرد في الشغل بتاعي وانا غير متخصص ما احنا عندنا الاثار فيه اثار مصري اثار اسلامية جريك رومان في تخصصات. فإزاي أنا مش متخصص في المجال. طب على أي أساس بيتم اختيار اللي جانبين يعني ايه مين؟ لا دي بقى الوزير أو الأمين العام أو المسؤولين هما اللي بيختاروا. دي لكنا انتشكلت من مجلس الوزر الاساس. تمام. اه. فأه فأه يعني للأسف للأسف عندنا أنا بقول وعلى مسؤولة الفساد في وزارة الدولة الشواء نصر لا دالا آآ جارين حتى الآن. يعني أنا ممكن هنتزل فرصة أنشد السادي الوزير اللي هو نسا مبالوش حوالي شهر ونص أو شهرين. يعني أنشده. أرجوك. أرجوك. إحنا مش يعني أصرنا كمان يمكن لو صبرنا كام سنة مشان ليه أصار في مصر بقى ولا إيه. المخازن بتتنهب. المقابر بتتنهب. ولزال وفي مقابر حالي ومش عايز أفصح أنا حاليا. لأن احنا نقول مبلغين الساد رئيس القطاع من خلال بينا أسبوع أو خمس سام ومنتظرين الرد ونعرف. تبلغينه بإيه؟ أنه في مقابر بتتسرق؟ في أماكن. يعني احنا كلمنا عن أماكن وهو الأمر معاه. الأمر معاه المنتظر يكون فيه كونتاكت أو فيه اتصال علشان نشوف إيه اللي بيحصل. بالغطب مش عزين نتكلم أكثر. لربما يكون فيه إيه خطة أمنية مع معينة شغلين فيها أو حاليا. أحنا ما نعرف. أستاذ يا سام تفضل. أحيز تكمل دول حاجة؟ لا. أستاذ يا سام عايزة رجع المتحف المصري بقى دلوقتي إحنا ده كان وضع تاريخيا. عايزة عارف دلوقتي إحنا وضع المتحف المصري إيه؟ يعني هل دلوقتي بيتأمن هل بيتحط له كاميرات؟ بالفعل الكاميرات دي تغيرت. يعني الكاميرات القديمة كلها تلغت. اتماعاتش فيه كاميرا من اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. بقى النظام الجديد أنا مش عارفه بالضبط بس هو يعني أنا مش عنديش كتالوج بتاعه. لكن هو النظام اللي هو بيسجل أربعة وعشرين ساعة. هماش باس فيديو احنا بنشوف الأفلام من الخيال العلمي يعني معافزة كانت وقحة علاقة إنفراراد ولو حد كسروا يزمر الإنذار والحركات دي تحصل عندينا. احنا الحمد لله احنا ما عندناش جريمة منظمة. لان لو عندنا جريمة منظمة يبقى احنا حنتصر للمهارية. هل تحكي عندنا فساد كان عندنا فساد منظم يعني. احنا بنتكلم. ولا زال. ان احنا عندنا لما بنركب الكاميرات دي احنا عندنا مدحف كبير جدا. اه. فهو اكيد بيتصور كل كاميرا بتصور قاعة. ما بتصورش كل أثر. في حين ان احنا لو رحنا مدحف عالمي في أي دولة أوروبية هنلاقي ان ممكن الأثر الواحد عليه كاميرا. اي بس عشان زي ما قلت في الاول ان احنا عندنا المدحف مكدس بالأثر يعني. اه. فبالتالي احنا المدحف طبيعي هو مجرد ما بيغلق بيتقفل اه وخلاص بقى في اتقفل. ما فيش. ما فيش. ما فيش. مكانية لفتح الباب. نننرى صور دلوقتي ليه علاقة باللجان الشعبية تقريبا. اللي كانت بتحهم المدحف ولا نا غلطانة. دو صورة. في. يعني دو صور. دي صورة. امبارح. دي مجموعة من المرشدين السياحيين. اللي كانوا مواقفين عند جامعة الدول العربية. المنفذ للمدحف من جامعة الدول العربية. او من مبنى جامعة الدول العربية. من مبنى جامعة في شهر يعني ايام محداث محمد محمود كنتو بتأمنوا برضو المتحف ده من الخارج طبعا احنا مش من الداخل دي مجموعة برضو من اللي جات اللي كانت معنا مبارح لان احنا في كذا مجموعة بتحمي المتحف وفي ناس يعني بيعودوا اكتر كمان مننا طيب فده احنا واحنا نتكلم نشوف الصور ودي لي علاقة بتأمين المتحف والمبادرات الشعبية او من الاثريين لحماية المتحف من الخارج استاذ مصطفى هارجع اسأل حضرتك عن في وقت احداث الثورة كان الشباب اتلموا حانين المتحف ورغبت دولتي زي ما احنا شايفين في الصور دي اتلموا حانين المتحف لحمايته وشايفين ان قيمة التاريخ المصري في نفس الوقت اللي فيه فئة معينة من ما يسموا بالاسلام السياسي اللي شايفين ان احنا محتاجين نغطي هذه التماثيل بالشمع علشان هي اصنام وما شابه عايز اقول انتوا حاسين انه انه احنا رايحين في اتجاه انه الناس عندها وعي اكتر للاهمية الاثار ولا احنا رايحين في اتجاه انه الاثارين دول مهنة ممكن تنقرد بعد شوية ولا ايه لا السؤال يمكن احتاج ساعات اه اه اولا احنا احنا عملنا اللي جان مننا كمتخصصين في الاثار عشكي للاثار وفي بعضنا مش مشتعل في الاثار خالص ولكنه عشك للاثار وفي بعضنا من لهم الاخوة زماننا لهم المشيدين السياحيين فاحنا مقسمين نفسينا في اوقات مختلفة من النهار وبنعمل ايه شفتات كده حراسة اه يعني احنا يمكن حالا لسه جايين من هناك احنا جايين احنا بشوف ديقاتنا ساعات الصفحة خلصة وجاينا ايه على هنا اما حضرت بكلم على انه تغطية الاثار المقارنة بالوعي ان نحمي الاثار انا بس عايز اقول حاجة احنا لازلنا عندنا في مصر حاجة اسمها جهل اثري فيش وعي اثري عندنا يعني انا للأسف احد المرات يعني طالبة جامعية جايالي في الموقع اللي انا كنت شغال فيه فبتسألني السؤال وهي للأسف كانت خريجة اثار حديثة بتقول لي يعني يا استاذ مصطفى هو صحيح التمثيل بتاعاتنا دي كانوا ناس من قدمين وتصحتوا يعني السؤال ده لما انا قدسئل من واحدة خريجة جامعة ولسه حديثة التخرج من احد اقسام الاثار ده تبقى مصيبة اتعلمنا ايه في الكلية يعني لا بس برضه خيني اقول انه فكرة الاثار المصرية تحديدا طول وقت عاملة حالة كده من الحالات الغريبة يعني حتى لما بتسافر برا يعني انا كنت مرة في امريكا وحد بيقول لي انتوا فعلا عندكوا اهرامات اللي هو ايه يعني برضو انتوا مغايبين فكرة تغييب الناس دي وارد يعني انه بقى حاصلة احنا مؤثرين في حق اثارنا وكيفية الاعلان عنها احنا عندنا زي ما حضر لك عارف يعني الاثار لوحدها فيها تلت اثار العالم مصر فيها ربع اثار العالم ربع ولا اكتر فاكرة ان احنا عندنا اكتر لا احنا كده تلتين تلتين تلت في الاثار و تلت في بيت الجمهورية و بيت مصر احنا كده عندنا تلتين اثار العالم احنا عندنا في دول ما عندهاش تاريخ ما عندهاش حضارة ولكن نسبة عدد السعين عندها أكبر بكتير بتعرف تعرض الوردة بتعرف تحط وردة وتعرض ويجي لها زورة تبريكا بتعمل مطحف لتليفون مثلا من 200 سنة بتعجرهان بالي مثلا الأول واحد عمله لذلك أنا مثلا يعني ياريت يتم الاهتمام حاليا بعملية وعي أسري داخلي قبل ما يكون خارجي عشان أعتمد على السياحة بتاعت الداخلية أنا لقطة فترة مثلا فيه صورة وفترة كذا يعني السياح الأجانب قليلين طب ما أنا أعتمد على السياحة المصرية أكتر يعني للأسف ما فيهش وعي أسري كويس للأسف ما فيهش تدريس مناهج أسرية وتعريف للطلبة بالأسار بسرعة كتتحصت التاريخ دي كتتحصت صعبة لأن المنهج أصلا طريق التدريسه كتبتبقى مش لا فيه فرق بين التاريخ حطنا بقصد التاريخ يعني هاتكلم ايه بقى عن الأسار يعني عن الأسار تأسر عن زيارة ميدانية ولازم يكون فيه تشجيع طيب أستاذ أسام أخي يكلم عن التأمين برضو لأنه ده أهمنا مش بس على المتحة فلا عندنا معلومات إذا كان فيه خط التأمين واسعة تشمل كل أثار مصر أو فيه حاجة كده بتتحضر ولا إحنا برضو ماشيين كده يعني يوم بيوم هو في الفترات اللي قبل كده مع الدكتور زاهي عامل ومع الدكتور عب حليم مع كل رؤساء الهيئة طبيعي فيه أمن غير الشرطة السياحة والأسار فيه أمن اتعامل إدارة للأمن في الأثار الإدارة دي ما نجيبش شرطة نحن نجيب ناس بيتم التعاقد معهم على وظيفة أمن أمن خاص يعني على أساس كما كان بيقول الدكتور زاهي أن ده بنغير الغفير أبو نبوت اللي هو وقف بكلبية في موقع غيره بفرض متعلم على الأقل دبلوم أو مؤهل عالي والمفرد لكن هي الفكرة هل بقى الشخص ده اتأمن كويس أنه هو هو يتعملون مرتبات أكبر كمان من الأساريين يعني يعني أو أهل يعني أو تم تأهيل يعني 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 في استخدم سلاح يعني في حال توارئ الفكرة اللي هو بيشتغل إيه هو كده كأنه موظف إداري هو بيتواجد في مكان المتحف أو في مكان الموقع فترة معينة صباحا يعني ما بتجدش 24 ساعة فإحنا لازم يكون آي و بقيت 24 ساعة إليه بيحصل يعني خلاص يعني هو موظف آي بعد كده مين بيأمن بقيته في شفتات أكيد طبعا لا في شفتات التكمل في بعض المواقع الأسارية مفروض أنه بيكمل ولكن إحنا مفروض ده بقى بيكمل يكون عدد أكبر لازم يكون عنده سلاح لأنه ما هو سلاح يعني هو لو طلع عليه لا لا بس عشان برضو ما رايش بهم معلومات سريع دلوقتي الراجل متعلم بيشتغل أمن ده شيء منطقه بيحصل في العالم كله بس أكيد في شفتات على الأقل تلت شفتات في اليوم طبعا بس هي يعني هي لازم أكيد عايزة تطوير وعايزة يعني تمام تأكيد عليها بس التكملات اللي كلام لأستاذ الصام طبعا هو أفراد الأمن غالبيتهم مسلحين ولكن المشكلة التسليح بطبعا تقريبا تسعة ملي يعني غير كافية للحماية يعني مثلا زي يعني ما يطلع عليهم اه يعني الهرم المخازن الهرم هو إنها طارد للسرق أكتر بمرة خازن الهرم في تمانية وعشرين يناق في السنة اللي فاتت بعد الثورة تم الإعلان تسرقت مخازن كتير عشان بس بتفضل إيه لتسرق في بعض المخازن الموجودة في الهرم تم الإعلان عنها في عهد الوزير السابق إنها تم سرقتها عندنا في الوسط الدلتا المخازن المتحفي في كفر الشيخ اتسرق قبل الثورة وتتسرق بعد الثورة وده تصرحات ولسه في حاجة كده قبل الثورة وبعد الثورة لسه في حاجات جول هل بقى هنا المشكلة أنا المكان بتاع لما يتسرق مرة باحتمال يكون في خطأ إنما أما أنت يتم تقاري السرقة في نفس المكان مرة تانية اللي بقى فينا فيه خلل طب أنا عندي سؤال بقى يعني دوركو كأسريين أو دور حضرتك أحد الموظفين يعني والقايمين على المتحف المصري بعد ما بتحصل السرقة هل بنقف كده ما بنبقاش بنتابع إذا كنت رجعت ولا ما رجعتش يعني اللي بيروح ما بيرجعش ولا في حاجات بترجع طبعا فيه رواية تتقالت كتير إن فيه واحد لقى حاجة في المترو واحد لقى حاجة جنب صور المتحف دي طبعا كلام غير منطقي لأن لازم الأسر يتم المتابعاتها لأن احنا الأسر اللي بتسارع خلاص ما هو لو هيطلع برا مصر من منفذ منفذ خاص بميناء فلازم يكون فيه رقابة بقوة المفروض بمجرد الإعلان إن فيه مثلا اعتداء على موقع معين بيتم تبليغ شرطة الساحة بيتم تبليغ المسؤولين وبيحصل فيه لجان للجرد والمفروض القطع اللي هي مثلا لأنا قلت أنها تصدي المفروض هي عندي موساقة لها صور وموساقة عندي ومسجلة فأنا بتتبعها من خلال صورة كل قطع والملف بتاعها ملحقة دولية يعني لازم يقف في ملحقة دولية خلينا أسأل ختاما كده الأول من وجهة نظر أستاذ مصطفى من وجهة نظر الأثريين يعني شايفين إيه الأهم النقاط اللي لازم نشتغل عليها الفترة اللي جاية لحماية الأثار من وجهة نظر حضرته لأ أنا 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 أتمنى حاليا إن يتم وقف جميع أعمال الحفائر في مواقع هو شغالة في وسط اللي احنا في ده بيحفوروا لأ حاليا يعني ما فيش حفائر حاليا بالنسبة لنا كبعثات مصرية لأنه ما فيش ميزانية والبيقول لنا ما فيش فلوس لكن بعض البعثات الأجنبية شغالة جاية بفلوسها بقى جاية بفلوسها لكن أنا إيه قيمة إن أنا أطلع أثر محفوظ طبيعي تحت الأرض أطلع عبر عشرين فيما بعد وأنا لسه مش مؤمن المخازن أو كده فأنا عندي بس أتمنى أن يتم الاتجاه حاليا لتوصيق وتسجيل الأسار والترميم بجل الترميم يعني أبتدأ أشتغل أرمم في الأسار اللي موجودة حاليا وأحافظ على البقايا الموجودة منها من التعرضها للتلف أو الضياء أو لأن أنا مش هتطلع أسار أنا أصلا المخازن بتاحت المتحفية غالبتها مش معدة إن أنا أحتفظ بها بدليل السرقات اللي بتمهم اللي هما بإعلان عنها المسؤولين طيب أستاذ عسام ختاما كده احنا هنعزل إمتى للمتحف الجديد بقى إن شاء الله عندنا هنردين معلومات المتحف الكبير آخر معلوما سيادة الوزير أعلن أنه هيتم يفتاحه في 2015 يعني بعد حوالي ثلاث سنين لكن طبعا هو المتحف لسه ما تبناش أساسا يعني أنا عشان كده بسأله أنا بعد بعد عليه كده كل شوية أنا هسأل الأستاذ يا صام سؤال طب كان سبق وتم الإعلان أنه هيتم يفتاحه عند كده المتحف أصلا كمشروع كفكرة من سنة 96 تقريبا في 96 في يناير 99 بدأت قطة العمل بالمتحف الكبير حضرنا وقت نقل رمزي كان مفروض يتم في 2006 افتتاحه 2006 طبعا ما تبناش ثم 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 أعلن السنة اللي فاتت أنه هيفتت 2012 لأن المبنى المتحف نفسه ما تبناش ليه برضو أنا بسأل سؤال ممكن أنا بسأل سؤال ما عندكوش إيجابة بس أنا بسأل هذا السؤال المسؤولين السابقين بداية من الدكتور زاه حواس من مزارة ثقافة ودكتور زاهي لازم يتم سؤال لماذا لم يتموا فإحنا اللي عندنا دلوقتي أنه 2015 بس لسه المبنى ما تبناش لسه المبنى لسه المبنى لسه المفروض فيه مخازن مخازن تحت دول تقريبا شغالين فيها شغالين إنما المبنى اللي هو العلو اللي هتم فيه طبعا هيبقى أكبر مدحف في العالم لكن هياخد وقت يعني مش ممكن يكون حيدنا فيهم أستاذ صام الدين محمود مزير مكتبة المدحف المصري شكرا جزيلا لفنة معجودك معنا أستاذ مصطفى أبو حسين مفتش أثار لمنطقة طنطة شكرا جزيلا لأجودك معنا والمرة الجاية إن شاء الله هنبقى بنحتفل بالمدحف الجديد وهنبقى بنحتفل بإنجازات كده قدروا الأثارين يحققوها وتعليكم عبق ويعني مسؤولية ربنا معاكوا نتمنى زلك في ظل حكومة جديدة وعيا إن شاء الله على الله شكرا جزيلا يا فنة لسا مكملين نهارك سعيد بعد الفاصل خليكم معنا